أدانت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين اغتيال الطالب الشاب زهراء علي سلمان التي طالتها يد الإجرام وقالت اللجنة في بيان إن ميليشيات طائفية اختطفت زهراء يوم الأحد الماضي لتكمل عمليتها الوحشية بتعذيبها بالكهرباء وآلات حادة قبل أن ترتقي روحها الطاهرة إلى خالقها وعضفت اللجنة أن زهراء لم يكن لها ذنب سوى أنها كانت تريد وطنا خاليا من إيران وبعيدا عن المحاصصة الطائفية يعكس الوجه الحقيقي لشعب العراق العظيم وحملت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين البرلمان ورئاسة الجمهورية وأحزابهم الفاسدة وأجهزتهم الأمنية مسؤولية جرائمهم ضد الشعب العراقي لدعمهم الميليشيات المنتشرة التي نفلت هذه الجريمة النكراء ولفتت اللجنة إلى أن المتظاهرين قرروا إطلاق لقب زهرة الثورة العراقية على الشهيدة زهراء علي سلمان ترجمة نانسي قنقر